ودي بطولة تمهيداً إن السنة الجاية يتعامل الدور الأفريقي من 24 نادي مفيش حاجة ضد الأهلي وعلى فكرة دو الصورة الزهنية اللي احنا محتاجين في بداية موسم جديد نحرر نفسنا منها شوية لأنه أنا قلتلكوا في البعض بيقودوا الجماهير لصورة سلبية جداً ضد النادي ودي حاجة غريبة كيف هي ويحطك باستمرار تحت ضغط إن أنت المفرط وإن أنت المتخلي وإنت المتنازل وإنت وبقيته ضعاف وكل الكلام اللي أنتو بتسمعون نتيجة صورة ذهنية خاطئة برضو أستاذ إبراهيم عاي أصحح الضعف والقوة أنا ضعيف ليه؟ ما أنا بروح وبراخش وبطلق قردود ومن حق بقى أخد خراري ألعب وملعبش ليه الناس متصورة إن النادي الآلي يقدر شقل بالدنيا أنت لما تيجي تقول على الصبر المحلي ممكن يكون الآلي مؤسر جداً فيه لكن لو روحت للإتحاد الدولي تهدد بعدم اللعب ما هواش دالك هتضغط على الإتحاد الدولي بعدم اللعب وبعدين يا جماعة يعني إيه قوتك أنت على الإتحاد الدولي فيه أمر لأنا ممكن أهدد في حالة واحدة لو أنا هتعامل بشكل شخصي فردي بنظام مهدر حقك بيهدر حقك دون باقي الفرق طبعاً هنا أحتاج وصعد لكن فكرة إن الأهلي لازم يتحطي تحت ضغط استعراض القوة هذا ما يفيدش الأهلي يا جماعة يا محب النادي الأهلي لا يجب تصدير صورة زينية إلى العالم إن إبعاده على الأهلي ده ترابل ميكر ما ينفعش ما ينفعش يا جماعة لمحدث أزمات لا 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 مش لمجرد الأزمة الأزمة عندما تستحق الوقفة نقف لكن لما يكون نظام عام يا يعجبني يا ما يعجبنيش عجبني ودخلت لأني أنا حقق منه كمكاسب لكن كمان نغمت الضعف لا ملوش علاقة هنا بالضعف والقوة أنت ما حدش سرق منك حق أنت حط نظام يا يناسبك زي أنت ما جات لك البطولة العربية لا مش حقدر شارك فيه بس آه مهما كانت جوائزها ما فيهاش هنا بعض حقوق أنت عايس شارك هتشارك على نظام البطولة العربية مش عايس شارك خدت قرار ثبت أن أنت استفدت منه ما أرهقاش قدرت تحافظ على فرقتك ده قرارك إنما ما فيهاش قوة وضعف الضعف أن تفرد في حقك حقك اللي بتنص عليه لو واحد تخصك وتخص مسابقتك الرسمية فيه مسابقات أخرى بيتشتركها ما تشتركش لكن النادي الآلي لما يقيم أنه على رأس هذه المسابقة هذا تقدير لا يضهيه أي تقدير كيف يضحي بين النادي الآلي وتصنيف أنت وصلت له بعرقك وجهدك إزاي أنا أوصل للناس إن لا ما ينفعش إنك تعمل معاك يلا ما عمدش معاك حاجة وحط نظام وبعدين أعتقد إن إحنا في النهاية مش عايزين نبلع طعم حد يصدره لنا سواء بافتراء كما حدث في هذا القام أو حتى بصدق الراجل في الناحية الفنية حيسوي بقى هي المشاركة دي تسوى ولا ما تسوى صاحب القرار صاحب القرار دي جزئية خاصة به دوري أبطال أفريقيا حتى في السوبر وإحنا كويس إن احنا بنقول الكلام ده قبل بداية الدوري لإنه أعلن جدول الدوري وقلت لكم إنه علينا نتقبل إن الموسم الجديد صعب جدا أنت بتشارك في 3-4 بطولات زيادة عن غيرك أنت بتلعب الدوري الأفريقي اللي أنا بقول لك عليه ده وخلاله مش هتلعب أي مرشات في الدوري ثم هتلعب في الكاس العالم للأندية في ديسمبر وخلالها مش هتلعب مرشات دوري وحتلعب السوبر المصري الرباعي اللي هتعمل في أبو ظبي وخلاله وخلاله ما عندكش دوري إذن بالطبيعي عندك مؤجلات الأربع بطولات دول طبعا زي ده السوبر الأفريقي اللي أنت لعبته من الطبيعي جدا هيب عندك عدد أكبر من المباريات عن غيرك ومن الطبيعي جدا إنه هيكون بسبب ده عندك إرهاق الأجندة الدولية أو خلينا أقول لكم على السوبر الأفريقي بالمناسبة لما أعلن جدول الدوري برضو من الحاجات اللي الناس طلبت النادي الأهل إنه ياخد موقف إلحق ده جدول الدوري أعلن وتم تأجيل مباريات الأسبوع العاشر عشان يرحلوا مباراة الأهل والزمالك تحديدا لشهر فبراير عشان الزمالك يكون تمكن يجيب صفقاته والأهل يساكت وما بياخدش موقف وإزاي تأجلت وليه تأجلت فتيجي تلاقي مثلا الأربع مباريات اللي تأجلوا من الأسبوع العاشر من ضمنهم فعلا الأهل والزمالك لكن خدوا بالكم حاجة هم أربع مباريات تأجلوا لسبب منطقي وبسيط جدا إنه في الفترة دي هيتعب الكاس السوبر المصري اللي بأربع عنديه في أبو ظبي فإزاي هيلعبك في أبو ظبي وإنت هتلعب دوري هنا فرحل الأربع مباريات بتاعة الأسبوع العاشر مش بس الأهله الأهله هيلعب مع الزمالك والمقاولين هيلعب بيرامدز هيلعب مع المقاولين الأربع عنديه اللي في السوبر السوبر المصري فيهم تلاتة مؤكدين الأهله مؤكد مشاركته والزمالك مؤكد غيابه الأهله بطل الدوري والزمالك معاقب يبقى لقاء القمة هيتأجل عشان الأهلي بيرامدز مؤكد مشاركته في السوبر لأنه تاني الدوري فبالتالي تأجلت مباراته مع المقاولين سيراميكا مؤكد مشاركته في السوبر عشان بطل كاس الرابطة فاتأجلت مباراته مع المصري يعني مش الأهلي يعني الأربع عنديه وبعدين إيه فيوتشار عنده مشاركة محتملة محتملة بمعنى إيه هو رابع الدوري لو أمبي كمل في الكاس للفاينال لو عدى الأهلي وكمل للفاينال بقت عنده فرصة يشارك أمبي اللي حيلعب أمبي اللي حيلعب طب أمبي مشارك خرج من قدام الأهلي يبقى فيوتشار رابع الدوري هيدخل وعشان كده تأجلت مبارات فيوتشار والإسماعيلي من الأسبوع العاشق. يعني التأجيل يا جماعة تم للأربع أطراف. يعني فيوتشر. مستني نتيجة انبي والأهلي. يا انبي يخرج من الكاس. إذا خرج حيلعب. إذا ما خرجش هيؤجل. يلعب فيوتشر. هادي الأمور ببساطة. ولما تتحلل لازم نبقى يعني لا تجامل الأهلي. ولا تجامل الزمالك. ولا تجامل بيراميد. ولا تجامل سيراميكا. ولا تجامل الفريق الرابع اذا كان امبي او فيوتشر. اتحط للأهلي مع امبي اربعة اكتوبر. الاهلي مع امبي في كاس مصر. سيمي فاينال. الكاس اللي فات. وما تحطش مطش الزمالك و بيراميدز. فكان الكلام ليه الاهلي قبل انه يلعب مع امبي والزمالك ما بلعبش مع بيراميدز. لانه الزمالك ما عندوش المطشات الزحمة بتاعت الاهلي. الاهلي عنده عدد مطشات زحمة. فما بتلاقي له مكان بتحط له المباراديات. والامر ما يخصش الاهلي. الامر يخص امبي. ليه? هو لازم يحط امبي علشان يحسن مصير امبي من الكاس. امبي لو خرج من الكاس قدام الاهلي. اصبح مفيش داعي ولا عندك ضغط انك تلعب فينال الكاس. قبل السوبر. قبل السوبر اي وقت. هتاجل النهائي لأي وقت. لانه ما عندكش مشكلة. الزمالك مؤكد خروجه من السوبر او غيابه. وبراميدز مؤكد مشاركته. فمباراة مباراة الاثنين مع بعض. في سم فينال الكاس تترحل لأي وقت. الفائز منهم يلعب الاهل ان شاء الله في الفاينال في اي وقت. تلعبوا براحتك. لكن السوبر ما يتأثرش عليه الا بحاجة واحدة. موقف امبي. هذه هي التفسيرات الموضوعية. ولكن تقبلها او ترفضة احنا. احنا بس دورنا نحط لكم الحقائق. عشان يتبني اراء حضراتكم على حقائق. وفي كل الاحوال ما تنتهي اليه انت من اراء. وما نقوله نحن لا يشجل ضغط عليك. ولا على الادارة. ولا حضرتك تقول رأيك زي ما انت عايز. دون ان تضغط على الادارة وتتهمها. انه احنا كده بنتبرع. نضعف موقف موقف الاهل بلا مبره. ايوا. ايوا. وهذا لا يستفيد منه. الا المنافسيين. بالضبط. المنافسين حيستفيدوا. من كلام. ازهرك انتضاعي. ولذلك هي في البداية صناعة مين. اللي احنا بنستدرك فيها. المستفيد. اللي مش ممكن تبقى حضرتك كمشجع متحب الاهل. ولا النادي الاهل. شوف اللي بيحرك الامور. بتسعة وتسعين في المية. بالكده واحد في المية. بيستغل لموقف حقيقي. انت احنا بقى يجب الا نستدرك في هذا. لكن مش معنى كده. انك ما تقولش رأيك. قول رأيك. كنت افضل. ارى. انصح. ماشي. لكن ان الادارة ضعيفة. الادارة قوية. هذا تقييم. يظلم. يظلم. يظلم الوضع الحالي لنجاحات النادي الان. صحيح. ويؤدي الى ايه. ويعزل الصورة سلبية. اذا كان دي ادارة ضعيفة. من اين نأتي بادارات قوية. صحيح. دي نقطة. النقطة التانية. او نقطة التالتة خاصة بالاجندة الدولية. الاجندة الدولية يا جماعة دي فترات التوقف الدولية للانشطة المحلية على مستوى العالم. وبيقرها الاتحاد الدولي قبل بداية السنة. من ضمنها الاجندة الخاصة باكتوبر. انه فيه فترة التوقف في اكتوبر من حداشر لتسعتاشر. طيب او لسبعتاشر. سبعتاشر اكتوبر الاجندة الدولية تنتهي. تنتهي تمنتيام او تسعة تقريبا. اه من من تسعة لسبعتاشر. لأ من تسعة لسبعتاشر. من تسعة لسبعتاشر اكتوبر. هنا الالي حيلعب مع سنبا التنزاني يوم عشرين. مش زا. الالي عنده واحد زي علي معلول. حيكون مسافر لتو مع تونس في اليابان. وعنده اليو ديانج. حيبقى مسافر مع مالي عنده ماتش برضو. وطبعا بير ستاو هيروح جنوب افريقي. الاهلة هيلعب مع سنبا يوم عشرين. لما تحط ماتش عشرين. ما كانش الهدف طوريط الاهلي. لان دي بداية دوري السوبر الافريقي. انما احنا نقدر نتعامل مع ده ازاي. ودي بقى للاتحاد المصري. انتو اللي بتورطه فيتوريا وانتو اللي بتورطه الاهلي. ليه? انا مش فيدي اقول لتونس ما تاخدش على المعلول. ومش فيدي اقول له ما تلعبوش في اليابان. ولا اقدر امنع جنوب افريقيا تاخد بير ستاو. او ما لتستقدم اليو ديانج. لكن اللي فيدي بالنسبة للاتحاد المصري. لانه فيتوريا هياخد من النادي الاهلي العدد اللي هو عايزه. وده شرف للعيبة الاهلي. مش من 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 الاهلي. اللي فيدي الاتحاد المصري ايه? ان انت خلال هزه هزه الفترة في الاجندة هتلعب مطشة او مطشين. بيسعد الوقت انه يتفق مع الاتحاد الكويتي او مع احدى الشركات. انه يلعب مباراة او مباراتين خلال الاجندة الدولية بتاعة اكتوبر. مفيش داعي ابدا تزنقها على الاهلي او وتلعب يوم سبعتاشر. وانت عندك فرصة تلعب من يوم تسعة اليوم سبعتاشر. يجرى ايه لو لعبت يوم خمستاشر او يوم اربعتاشر. وخلصت ولعيبة رجعت للنادي وسافرت مع الفريق لتنزانيا بدون ما ما يتأثر. لا جدوى للمنتخب ولا ارتباطات النادي. لمصلحة مين هتحطه على المحاجر في اليوم الاخير. هي الاجندة الدولية يا سيد ابراهيم. تخلص يوم سبعتاشر. ما هو ما يدرش يلعب يوم سبعتاشر. هو حيلعب خمستاشر غالبا. خمستاشر او ستاشر مع الجزائر. لا والكده اللي بدارها بقى يوم ايه. اه. انت بتقول ما يلعب خمستاشر لا. احنا مش يعني يعني العب تلاتاشر. ليه ليه على رأيك. اروح اضغط على النادي الاهلي. هنا بقى. ما بنقول لحش ما تاخدش اللعيبة. بس بنقول لك. نسك. نسك. واختار معاك مناسب. اه. يعني يعني الاهل عشان يلعب في تنزانيا يوم عشرين. اكيد هيسافر يوم سبعتاشر. طب انت هي. ليه هتخليه اللعيبة معاك لاخر لحظة. عندك اهو براح من يوم تسعة اليوم. العب خمستاشر. العب اربعتاشر. اللي يخليك تستنى اليوم ستاشر. هيلعب الجزائر تقريبا في الكويت. او هيلعبها معرفش فين. بتسيبوا شركات التسويق تفرض عليكو كلامها. وبتردخوا وتوافقوا لأسباب مش دا مش دا مكانها. بتردخوا لأراء الشركات المسوقة. ارجع للك ايه. طب ارضخ لمصلحة القالي والمصلحة العامة. ارجع اقول لك ايه. اه. عندما يقود الهدف التجاري. الهدف الفني. في خطورة حتى على الهدف التجاري. ايه. لان بعد شوية. هيحصل انهيار. انهيار في المستوى. انهيار في الصناعة نفسها. وفي الاخر الراعي. هيريح يدور على حاجة تانية. لانه التجارة مشكلتها. او مزيتها انها مرنة. يعني ايه. الصناعة انت مرتبط بمصنع. وقليات. وتسويق. وعمالة. لو حصل حاجة في الخمات. حصل حاجة في الطاقة. حصل. انت بتلبس في الحيط. التجارة. تعمل ايه. يتخذ من المصنع ده. يتخذ من المصنع. يتغير نشاطها.